السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزائي طلبات وطالبات الصف الخامس الابتدائي معاعدنا النهر ان شاء الله تعالى محل بيج 36-37 من كتاب بيت باي بيت 20-23 يبدأ بسم الله write the double vowel where this will e or o يعني يكتب الحروف المتحركة المضاعفة اللي هي double e او double o عند نومبر وان شكل 3 شجرة e طبعا long e long e طبعا الشكل الصوتي اللي هو e اللي هو بيعمل صوت حرف i عندي spoon spoon ملاعقة sheep خروف roof roof سطح بعد كده الشكل التاني عندي school طبعا long o والlong طبعا double e والdouble o اللي هي طبعا بيعمله long o او long e seed اللي بتعمل طبعا الشكل الصوت اللي هو i دي اللي بتعمل صوت حرف i double e وعندي e a دول بيعملوا الشكل الصوت اللي هو بتاع i بتاع كان الف تحت منه كسرة e queen وهنا برضو double o هنا بتعمل طبعا long o pool اللي هو حمام سباحة بعد كده عندي listen and write the words you hear طبعا كتب الكلمات اللي بتسمحها ثم listen again and repeat يعني كم نستمع مرة واخرة وردد عندي wood wood خشب flood flood فيضان book book طبعا كتاب cook طبخ او يطبخ وهنا tool tool اداة او عدة وهنا عندي blood blood دم بعد كده عندي بيقول لي هنا اقرأ وضاع الكلمات تحتها على double o في العمود الصحيح في الجدول ثم استمع عندي طبعا صوت long o المادة طويل بال o وهنا برضو عندي هنا برضو بس الصوت الu القصير اوه 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 ويبقى long o وهنا اوه طبعا صوت اللي عندي اوه اوه قصير مش طويل كوك كو ا ا ا ا ا ك و ا ا ا و و و و و طيب هنا سوط ال ا ا لا ا ت ب plot عند هنا ف ل ا د FLOOD الفيضاء عند هنا سوط ال ا هنا سوط ال oh وهنا صوت عند هنا خ عند هنا طبعت ا ا ل هو كلمة ا لو build وهناiest و قال الصور الو. وهنا جمعا. ن escuchar بعد كده عندي صفحة 37 ہیںده عن صفحة يقول لي يعني ضع دائرة حول الارقام التي تأتي بعد العلم العشرية. نحطها للدائرة. هنا بعد العلم العشرية ننشطها للدائرة. دا عدد صحيح. هنا قду whoa chameth هنحطها للدائرة. ايه برضو اللي بعد العلم العشرية نضعها للواحد الدايرة. ده طبعا بعد العلامة العشرية في زير ونحط عليه دائرة. بعد كده طبعا بيقول لي احنا هنقرب طبعا آآ يمكنك تقريب الرقم بعد الفصلة العشرية للاقرب عدد صحيح. يعني الارقام الاقصر واسهل في الاستخدام. طيب نشوف ازاي مثلا ازا كان الرقم في خانة العشرات. ازا كان الرقم في خانة العشرات بيساوي خمسة او اكتر. هنقرب الرقم لاكبر عدد صحيح. ازاي مثلا لو الرقم ده مثلا كام تلتاشر. الرقم اللي في خانة العشرات دي. ده اصبح مسلا هنا تلتاشر خمسة وتسعين. طيب هنا اكتر من كام الرقم ده كام في خانة عشرات بيساوي خمسة ولا اكتر من عشرة? اكتر من خمسة. اكتر من خمسة. يبقى ديت طبعا هنقربه لأكبر عدد صحيح. هنقلي كام بديه تلتاشر نخليه اربعة عشر. يبقى هنا تلتاشر دي هتبقى اربعة عشر. تصبح اربعة عشر. طيب بعد كده عندي يجايب لي رقم تاني برده هو بيقول لي طبعا قربه لأكبر آآ عدد صحيح. طيب الرقم اللي بعد الخانة اللي في خانة العشرات ده اقل من البتاع صح? اقل من ايه? اقل من الخمسة. ازا هنقربه لعدد الاصغر ده لاصغر عدد صحيح من العدد السابق. يبقى بدل ما مثلا مية اربعة وتلاتين وتلاتة من عشرة هيبقى مية اصغر من الخمسة. لان الجزء من عشرة اقل من الخمسة. طيب اللي بعد منه عندي هنا طيب الرقم اللي بعد منه جايب لي هنا طبعا ايه? اه بيقول لي يعني قرب الاعداد العشرية الى اقرب عدد صحيح. يقول لي قرب الاعداد العشرية الى اقرب عدد صحيح. طيب يعني ايه الكلام ده هو برضو تاني شانيفهم اكتر? انا عندي هنا مثلا احنا قلنا اذا كان الرقم في خانة العشرات يسوي خمسة. اذا كان الرقم في خانة العشرات بيسوي خمسة. يعني الرقم اللي هو بعد العلامة العشرية على طول ده هو اللي في خانة العشرات. بيسوي خمسة خلاص مفيش مشكلة. يبقى الرقم ده هنقربه للاكبر حدد صحيح. يعني بدل ما هم تين واحد وعشرين مثلا وفي هنا خمسة الرقم بيسوي خمسة. يبقى يبقى متين اتنين وعشرين فقط. انقربوا لأكبر عدد صحيح. ازاي مثلا وليكن عندي رقم عندي مثلا خمسة واربعين مثلا اربعة عندي خمسة واربعين وعندي كام? ادي ستة وسبعة وستين. هنا الرقم اللي في خانة العشرات ده كام? اللي في خانة العشرات عندي ده كام? يبقى خمسة واربعين وسبعة وستين. طيب اه بعد العلامة العشرين الرقم ده كام? اكتر من خمسة. يبقى انقربوا لأكبر عدد صحيح. مدان ما هي مدان خمسة واربين هتبقى ستة واربعين هتصبح كم? هتصبح فورتي سيكس. طب تعالى نشوف كده هنا في الجدول. جايب لي كم? عندي ميتين واحد وعشرين. يعني طبعا الرغم اللي في خانة العشرة ده اقل. يبقى هنقربه لاصغر هنقربه الرقم الصحيح لاصغر العدد. يبقى مدان ما هو كان ميتين واحد وعشرين واتنين وعشرين هيبقى ميتين معاي فبوينت سكس آآ سكستي سيفن. الرقم اللي في خانة العشرات اكبر من الخمسة. او بيسوي خمسة هنقرب العدد دهوت لأكبر عدد صحيح. يبقى ده المو خمسة واربين هتبقى ستة واربعين. طيب نشوف اللي بعد منه. هنا برضو النهاردة اللي بعد منه سكس هندرد سيفنتي ايت. يعني ستمية تمانية وسبعين بوينت اه اه طيب. عندي هنا طبعا الرقم ده اللي في خانة العشرات اكبر من ايه من الخمسة او بيسوي خمسة الرقم ده هنخلي بدل ما هم ستمية تمانية وسبعين هيبقى ستمية تسعة وسبعين اهو ستمية تسعة وسبعين عشان الرقم اللي في خانة العشرات اكبر او بيسوي خمسة. طيب اللي بعد منه عندي كان طيب الرقم اللي في خانة العشرات اكبر من الخمسة ولا لا اكبر من الخمسة او بيسوي الخمسة يبقى الرقم ده هنخلي سبعة وخمسين زي ما اهو لاكبر عدد صحيح. هنقربوا الاكبر عدد صحيح. طيب هنا عندي هناك western. اه هنا برضو. طيب العدد هنا في خانة العشرات اقل. او بالعدد اصغر من خمسة. اذا تصبح عندي هنا كام? هتصبح بدلا ما هي اربعة وتلاتين واتنين من عشر هتبقى اربعة وتلاتين فقط. هيقرب الرقم الصحيح لاصغر من كام لاصغر من اربعة وتلاتين من عشر. يبقى اربعة وتلاتين فقط. طيب. مية تسعة وتمانين. هيبقى هنا one hundred ايتي ناين. طيب رقم في خانة العشرة اقل. اه هنقربوا ايه لاصغر. الاصغر عدد صحيح. الرقم الصحيح الاصغر الى كام مية تسعة وتمانين. مية تسعة وتمانين زي ما ها. لاقل لعدد صحيح. طيب عندي هنا كام طيب الرقم ده بيسوي خمسة. يبقى اقربوا لاكبر عدد صحيح بدلا ما هو كام لان ده اكبر في خانة العشرات بيساوي خمسة او اكبر من خمسة اذا الرقم ده باربعة. ده طبعا ايه? ده اه دلنا انت حط اه تقريب الاعداد. اه اه طبعا الاكبر عدد صحيح. انك طبعا ان انت يعني انت تجعله الارقام اقصر واسهل في الاستخدام. بعد كده عندي صفحة اربعين. عندي طبعا اه عندي هنا اف زا يعني اذا كانت القم الاتية عن مدونة داليا صحة خطأ. طبعا اذا كان في هولنطا يبقى فولس. كان في اه في مدينة. لا اذا كان في قرية يبقى فولس. طبعا هنا داليا اه زارت المنزل. لا اذا هي شافية المنزل على عبر الانترنت يبقى عندي فولس. طب اتس اكولوجيكالي فريندلي يعني انه طبعا منزل صديق للبيئة. صحيح. طبعا دي ايه الاجابة الصحيحة في العبارة دي. اه بعد كده عندي بيقولي اه استخدم الصفات تشويقا للمدونة. ايه هنا يضفى استخدام الصفات تشويقا للمدونة. صف الصفات الى ايجابية وسلبية. عندي طبعا في صفات صلبية اوفل فظيع اناين مزعق أوسم رائع الملد فاني مضحك اه هنا لامع كول رائع ودود اونترسيق او ممتع. طيب حانا فينا هنده بزيتيف بوزيتيف صفات ايجابية وهنا نيجاتيف هنا صفات سلبية. عندي هنا هنا فاني أوسماء لاامع كول رائع ودود Yangة طبعا. كل دي صفات اه هنا صفات سلبية. فاني اوسم لامع كول رائع ودود انترستينغzyka صفات اقاميكالي told pop ايجابية. طب الصفات السلبية. فضيح. موزعج. كل هذه الصفات سلبية. ما ذلك عندي بيج 41 واحد واربعين. عندي طبعا استمع وصح او خطأ او ضاع او اكتب صح او خطأ. يعني طبعا عم مدالية كانوا عندي اسمها ماري. فالس. داليا زانكل يعني عم داليا lives in an old farmhouse. كان بيجيش يبايت ريفي قديم. صحيح. نمبر ثري داليا played with the goats كان بتلعب مع الماعز. صحيح. عندي نمبر فور داليا زانكل يعني عم داليا زرع ويت قمح وطماطم كلامته صحيح. بعد كده عندي 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 ماتش اي وز بي وصل العمود اي بالعمود بي. بيقول لي عندي هنا اه انا بحب التدوين ادون ايه? عن الاجابة اف. عن الاشياء المختلفة. يبقى انا بحب التدوين عن الاشياء المختلفة. يعني انا بكتب انا بكتب طبعا عن المنازل غير العادية. عن المنازل. الغير عادية. مامتي او امي لجابة عندي ايه نشوف ايه. هنا يعني مهندسة معمارية. يبقى هنا نمبر ثري عندي بي ايه. سوري اه بي اه يبقى يعني مهندسة معمارية. اه نمبر فور دو يو. طبعا بالسؤال. دو يو اه لايك ات. هل انت حبيته احبيت? دو يو لايك ات. هل تحبه? دو يو لايك ات. هنا الاجابة بي. اه عندي نمبر فايف. هذا الموضوع. طبعا الاجابة سي. يعني بيكون شيق بالنسبة لي. هذا الموضوع بيكون شيق لي الاجابة سي. بعد كده عندي سؤال ترتيب الكلمات التي تكون جمال صحيح. بيقول هنا طبعا. اه. it's. it is also. انه ايضا. very ecological. انه ايضا طبعا صديق البيئة جدا. نمبر two. what do you think of it? ما رأيك فيه. ما رأيك في المنزل يعني. what do you think? what do you think of it? ما رأيك فيه. نمبر ثري. انا اكتب ابوت عن 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 المنازل الغير عادية. بعد كده عندي بيج آآ بيقول لي طبعا ترتيب آآ يعني انا وجدت هذا المنزل آآ الغير عادي في هولندا انه مقلوب. طبعا انه مقلوب لما كان بتقول داليا فاون انه مقلوب. يبقى انا داليا. I found this unusual house in نيدرلاند في هولندا. نمبر فايف. دو يو لايك ات. هل احببتي? نمبر سيكس عندي هنا ذا طبك الموضوع is very interesting for me. الموضوع كان شيخ بالنسبة بالنسبة الي. ذا طبك is very interesting for me. بعد كده عندي بانكتويد. عندي وفي نقطة عشان طبعا ده جملة خبرية مسبتة. اه انها في المدينة. انها طبعا في المدينة. اه حطة طبعا في الوستوب. نمبر يعني اين تكون هي. اه او اين يكون هو. يبقى هنا عندي اداة استفهم. طبعا سؤال بدا تستفهم. وعندي اه طبعا اه باستخدام العناصر المساعدة. اه بيقول لي طبعا نسيب مسافة وعادة الكلمة ونضع طبعا اه بدأ الجملة بحرف كابيتل ونضع في اخر الجملة انا بحب القراءة جدا. انا اقرأ عن المنازل الغير عادية. واحد من هذه المنادل بيكون المنزل المقلوب. انه منزل بيتي او ريفي قطيب. الناس ارادت ان هي. الناس ارادت ان هي تعمله حديث او تخليه حديثي. عندي الناس المحلين. الناس المحلين احبوا هذا المنزل. لانه مناسب لانه يتناسب مع المنازل الطبيعية. المحلية. المنزل بيكون صديق للبيئة جدا. اجهين عندي. انا بقرأ عن المنازل الغير عادية. واحد من هذه المنازل بيكون المنزل المقلوب. انه منزل بيتي او ريفي قديم. الناس طبعا ارادت ان هو تجعله خليه حديث. الناس المحلين احبوا هذا المنزل. لانه. انه مناسب او يتلائم. يتلائم مع طبعا او يتناسب مع المناظر الطبيعية المحلية. المنزل بيكون طبعا اه بيكون اه يعني صديق للبيئة جدا. بعد كده عندي بيج تمانية واربعين طبعا استمع واختار الاجابة الصحيحة. يبقى في الطبيب بيطاري. يبقى عمي بيكون طبيب بيطاري يعني فيه. number two. كان عنده كم طفل كان عنده يعني طفلين. read and complete the dialogue with the words blue. طبعا اكرا واكمل. عندي يعني شقة 20 عشرين. live يعيش. يبقى عندي apartment شقة. 20 عشرين. live يعيش. عندي ايه بي كلم بيه فقال له. where do you live. اين تعيش. يبقى هنا live. بي قال له. I live in an apartment. انا بعيش في شقة. يبقى هنا apartment. فاي قال له. how long did you live in your apartment. كم المدة اللي انت مكستها او عشتها في شقتك. فقال له 20 years. يعني 20 سنة. منذ ان ولد. ابقى عندي هنا طبعا 20. عندي read and choose the correct answer. عندي اقرأ واخترى الاجابة الصحيحة. hello. I am Magdi. انا اسم Magdi. I am 15 years old. عندي خمس سرسلة. my father. هذا فارم. والدي عندي لديه مزرعة. my brother and I. انا واخوية. play on our farm on the weekends. احنا بنلعب طبعا في المزرعة. المزرعة الخاصة بنا في العطلة الاسبوعية. we have a big house. احنا عندي لنا مزر كبير. on the farm. في المزرعة. there are four rooms. عندنا طبعا او هناك اربع او يوجد اربع غرف. in our house. في منزلنا. I love my bedroom. انا بحب طبعا غرفة النوم الخاصة بي. I share it with my brother. انا اتشاركها مع اخي. we are very اه او we are a happy family. احنا نحن عائلة سعيدة. to the correct answer طبعا اختاري الاجابة الصحيحة. عنده طبعا خمس عشر سنة. يبقى 15 years old. number two my father has a space. كان عنده مزرعة. فارم. الاجابة الصحيحة فارم. يبقى الاجابة الاولية. my father has a farm. كان عنده مزرعة. number three there are space rooms in our house. كان يوجد ايه? غرف في منزلنا. يبقى four. اربعة. number four we are a space family. احنا طبعا نحن نكون عائلة سعيدة. happy family. اخر حاجة في صفحة تمانية واربعين. I love my. طبعا بيدروم. انا بحب طبعا غرفة نومي. بعد كده عندي page 49 49. to the correct answer from a b c or d. I visited the house. انا زرت المنزل. هوين? I space five. ايه? طبعا I بتاغد was. يبقى I was five عندما كنت في الخامسة. يبقى هنا I was. كلام في الماضي في فيزيتي ده. فعش لا ام ولا ار. ار. طبعا الاي ما بجيش مع ار. والكلام في الماضي طبعا هيبقى هنصرف ام الى was. I was five. عندما كنت في الخامسة. number two the space lift. طبعا على اليسار. there is my sister بد يوجد طبعا سريل اختيبة. on. حرف الجر. on. number three on the wall. على الحائط. there are lots of space of animals. يو كثير من اي من الحيوانات posters ملصقات من الحيوانات. pins اقلام اوكس السناديق. بعد كده عندي number four his cat. قطته. died. ماتت. last week. لسبوع الماضي. he was very nice. لطيف. happy. سعيد. unhappy. غير سعيد. يبقى كان غير سعيد لانه قطته توفت. بعد كده number five I space hair. in Cairo two years ago. منزو عام معين. يبقى كلام في الماضي. آي عز التصريف الثاني الفعلي. الفاعل. تصريف الثاني الفعلي. عندي meet يقابل التصريف الثاني. تحامت. الفعلي غير منتظم. يبقى هنا meet meet. I'm meet. here. انا قابلتها انكاروا في القاهرة منزو عام عين. number five two the correct answer طبعا رامي اندي مالك are playing in the yard. كان بيلعبوا في الفناء. فارم مزرع بارك حديقة او منتذى. they found a space of a dinosaur. طبعا كان سكالتون. يعني طبعا جمجمة من ديناسور. طبعا دي القصة. بعد كده عندي write a short paragraph of four sentences. طبعا عندي هنا الازهر الشريف عبارة عن اربع جمل فقط. your apartment يعني شقتك. نسيب مسافة وعد الكلمة ونبدأ الجملة بحرف capital وفي نهاية الجملة نضع فلسطول. I live in I live in a nice apartment. انا بعيش في شقة جميلة. it has three rooms. بها سلاس غرف. my bedrooms is big. يعني غرفة نومي بتكون كبيرة. I like the balcony. انا بحب البلكونة. ولو عايز ازود اي حاجة انا ممكن ابدأ اكمل واقول اي مسلا. I share. يعني انا اتشارك. I share it. انا اتشارك with my sister. with my sister. مع اختي. وممكن اكمل برضو. هقول مسلا on the right على اليمين. there is my bed. يعني وجه سريري. اه عادي. يعني انت ممكن مسلا على اليمين. مسلا there is my كزا. يبقى on the right على اليمين. on the right على اليمين. there is my bedroom. there is my bed. سريري. مثلا there is my bed. so محتاج هنا طبعا اربع جمل فقط يعني. اكتب لك كمان جملتين واختاري الجمل البسيطة منها واكتبها. ممكن it's. انها it's a great apartment. يعني انها شقة عظيمة. كمان ممكن نبدأ نقول the balcony is fantastic. the balcony is fantastic. عندي بيج 50 صفحة 50 listen and true or false. يعني طبعا استمع واكتب صحة وخطأ. number one احمد lives in a small valley house. يعني طبعا استمع واكتب صحة وخطأ. number one احمد lives in a small valley house. يعني طبعا احمد lives with his parents and his sister fatima. true صحيح. number three احمد زباد روم. غرفة احمد is white and red. يعني بتكون ابيض واخمر false. عندي number fours. there is a disc next to احمد زباد. بيجوار طبعا استمع احمد. true صحيح. بنا number one false. ونمبر two طبعا true. uh true. وعندي number three false. وعندي number four. طبعا عندي ثاني بيعيش في شقة في حولة الميشة يعني طبعا يعني كرسين متحركين كرسين ذو زراعين ثاني كان عنده طبعا يعني مصعد او طبعا في المبنى في الشقة في الشقة كان فيه طبعا ثلاث غرف في الشقة بعدك سؤال التوصيل طبعا الإجابة عندي هل انت بتحب العيش هنا العلا العالم كان مهتم طبعا بقرية العواء يبقى عندي عندي نمبر ثري يعني القدامة المصريين أرادوا انهم يعملوا ايه لإجابة عندي أرادوا انهم يحفظوا منازلهم باردة نمبر عندي نمبر فور طبعا كان على اليسار على اليسار نمبر فايف هذا المنزل الغير العادي بيكون طبعا في هولندا بعد كده عندي اقرأ النص ثم قبل اسئلة هناك مختلفة مختلفة من المنازل حول العالم الناس بتعيش في الشقق في المدن الكبيرة هذه الشقق طبعا are بتكون في مباني كبيرة أو ضخمة المباني لديها العديد من الطابق صورة لذلك الناس تستخدم المصاعد لتذهب إلى شققهم people live in houses الناس اللي بتعيش في المنازل in the countryside for the reef the houses have gardens around them المنازل حواليها ولديها جنين وحدائق around them يعني حواليهم عيدة طبعا على المنازل on hot nights في الليالي الحارة people الناس sleep on roofs بتعيش في الأسطح because it's cooler there لأنها بتكون باردة هناك in the desert الصحراء people sleep in tents الناس في الصحراء بتعيش أو بتنام في خيام عندي page 51 to the right answer from ebc or d اختر الإجابة الصحيحة من ebc or d the general idea الفكرة الرئيسية أو العام of the text للنص is about الأرضيات أو الطوابق roofs طبعا الأسطح number 2 الكلمة التي تحتها خط them توشير refers to توشير الى توشير الهوز المنادل طبعا اللي كان حوالينها الحدائق gardens اللي هي المدن وعندي deserts معناها الصحاري number 3 سؤال الأول number 3 why do people use elevators ليه الناس بتستخدم المصاعد أو to go to their apartments لكي يذهبوا يعني شققهم number 4 what do people do on hot nights ماذا تفعل الناس أو ماذا تقوم الناس أو ماذا تفعل الناس في الليالي في الليالة الحارة people sleep on roofs الناس بتنام في طبعا على الأسطح لأنها طبعا بتكون أكثر روعة أو أكثر طبعا برودة يعني هناك سؤال الترتيب reorder the words to make correct sentences طبعا على الترتيب الكلمات لتكون جمل صحيحة do الفاعل والفاعل في المضرب بقيت الجملة do you live in a house or an apartment هل انت بتعيش في منزل أو في شقة do you live in a house or an apartment number 2 is there طبعا is share share a room يعني هل تشارك الغرفة with my sister مع أختك طبعا هنا I sorry هنا معلش بعتذر I share أتشارك a room الغرفة with my sister يبقى أتشارك أنا أتشارك الغرفة مع أختي I share a room with my sister number 3 it was very heavy rain لقد كان طبعا مطر غذير it was very heavy rain number 4 what did people use to build homes أداة الاستفام فعلي مساعد والفاعل والفاعل في المنظر وبقيت الجملة to build to المنظر وبقيت الجملة what did people use to build homes ماذا تستخدم الناس لكي تبني المناثل to build homes المناثل من كتبت علامات الترقيم عندي Egyptian homes ماذا تعرف عن مناثل القدماء المصريين A capital A question mark هذا سؤال بأداة استفام عندي حمزة has a sister called Hala يعني حمزة لديه أخت تزعاء أو تسمى H capital بتاعت حمزة واذا تبدأ بجملة تبدأ بفاعل بجملة خبرية مسبدة نضع فلسطل بعد كده رأيت براغراف 40 words using the following guiding elements باستخدام العناصر المساعدة your home منزلك rooms الغرف أو الحجرات balcony البلكون طبعا نبدأ نسيب مسافة عاد الكلمة ونبدأ الجملة بحرف capital وفي نهاية الجملة نضع فلسطل I live in an apartment أنا بعيش في شقة there are five rooms in the apartment يوجد خمس غرف in the apartment في الشقة there is a television يعني يوجد تلفاز television بس دي مش بين there is a television in the living room يوجد طبعا تلفاز أو تلفزيون in the living room في حجرات المعيشة we cook food احنا نطبخ الطعام in the kitchen في المطبخ احنا نطبخ الطعام في المطبخ we cook food in the kitchen the bathroom الحمام is next to the kitchen الحمام بيكون بجوار المطبخ there is a big balcony يوجد بلكونة كبيرة in my apartment من تفيش قاتلي طبعا كده طبعا احنا كده خلصنا لحد صفحة 51 وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى يا رب الفيديو يكون عاجب حضرتكم الى لقاء فيديو اخر بإذن الله تعالى مع تمنياتي بدوم التوفيق والنجاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعجرا على الإطالة